سجلت مدينة الناصرية تطبيق حضر التجوال إذ بدأت القوات الأمنية بقطع الطرق الرئيسية والفرعية ونشر مفارزا في الأحياء الشعبية مع ساعات الحضر الأولى لمنع التجمعات وسير المركبات تطبيق مقاررات اللجنة العليا للصحة الحقيقة باشرت أجهزة الأمنية بفرض حضر التجوال في عموم محافظة بإقضيته ونوحية من خلال انتشار مفارزا الأمنية وكذلك أيضا مفارز الشرطة الاتحادية البطلة ومفارز الجيش في عموم محافظة من خلال مسك الشوارع والقطعات الرئيسية الحقيقة هناك أيضا استثناءات بمقاررات اللجنة العليا هذه الاستثناءات تشمل الحالات الإنسانية وكذلك أيضا الدوائر الخدمية مثله بالصحة وأيضا بنفس الوقت هناك استثناء لإخواتنا الإعلامين بتقطية الإجراءات فرحة الجوال في عموم المحافظة أما من جهة المواطنين فقد اعتبروا أن الحضر شرا لا بد منه بسبب عدم توفر الإمكانية في التصدي لجائحة كورونا فيما طالب آخرون بعد أن أشادوا بالخطة بضرورة توفير المعونات لأصحاب الدخل المحدود وتسهيل حركتهم الخطة المتبعة الآن هي خطة تقريبا شبه صارمة لأن تقطعت المدينة بالكامل وهذا التقطيح هو بصالح المواطن لكن أيضا بجانب الآخر هناك قضايا إنسانية على الحكومة تركز عليها لأن بعض العوائل الفقيرة بعض العوائل المتعففة بعض الكسبة بحاجة إلى العمل بعض أصحاب التكسيات بعض أصحاب المهن لدخل اليوم المحدود في ظل الموجة القاسية التي تعيشها ذيقار الموجة الثانية لكوفيد ناينتين ندعو أخواننا المواطنين في محافظ ذيقار إلى ضرورة الالتزام بالحضر وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية المتبعة من خلية الأزمة التي قررتها مؤخرا لكن أيضا ندعو في ذات الوقت الحكومة المركزية والحكومة المحلية بالاهتمام بالمواطن خاصة الطبقات الفقيرة التي تقتعت على عيشتها اليومية ورزقها اليومي بأن توفر لهؤلاء مصدر الرزقنا وأيضا على إطلاق مفردات البطاقة التومية وتبقى الإجراءات الاحترازية المتبعة في محافظة ذيقار الدرع الحصين والأول التي تعتمد عليه المحافظة والتي تشهز زيادة في وطيرة الأصابات بين مواطنيها وكوادرها الطبية لقناة التغييرها بالخفاجي الناصرية